اشتركوا في القناة 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 اتسألوا انا شأني شأنها اغلب المتابعين لماذا حشرت لجنة تسوية نفسها في موضوع الرزنامة حتى يعني يصير ما يصير وحتى تشير هالمشاكل هذي كل اللي الوضعية الكاريثية تعكرت قدمت تونيسية اليوم على جميع المستويات تزيد تعيش يعني مشاكل كمان هاك ما مصلحة لجنة التسوية مش لجنة التسوية لانه في بعضها نحكي وانه المسألة لا تتعلق بالتسوية ككل كهيكل بل بفي شخص رئيس للتسوية سيد كامل يدير وبالتالي انا اتفاجأت لانني سغربت اولا ساعة كما قلت علش لجنة التسوية حشرت نفسها في موضوع الرزنامة وهو من مشمولة الرابطة وكان يتعدى مرور الكرام وحدث عادي ثانيا يعني لماذا هذا الاسرار والاشكال اللي صار اسلام ونحن كلنا عرف حكاية تأجيل مباراة اتحاد بن جردان والترجل لماذا هذا كل الاسرار على تثبيت الموعد رغم انه الترجل طلب يعني تعجيلها وقبل ذلك لجنة التسوية يعني يعني بعضت الانديا كاستشار اذا كان انت بستشيرني وتاخد قرار تحب عليه الاستشارة ما عنده حتى معنا انا هنا ارجع يعني ما حتى لا اوطيل الكلمة اوحيل يعني سيد كاماليدير لابد ان يكون وفي للوعد الذي قطاه عن نفسه السيد كاماليدير عقد ندوى صحفية يوم 26 اوت المنقذي كل سي مسجل موجودة من عرش الاسلام كنت معنا انت وقال انا سأعتمد سياسة تشاركية مع الانديا هالسياسة تشاركية ويني لماذا اخلف سيد كاماليدير على وسط من ابدا العام هذا الاشكال ولماذا دخل في صراع شخصي مع الترجل التونسي اعتقد انه صراع يعني لن يفيد كورة قدم تونسية هذا بصفة عامة الواحد وما زلنا نحكيه على بقية التفاصيل سياسة مخاني اخو قراءتك للمشهد متعاود نيش ترجي يوز درزوز بلاغات في نفس النهار بلاغ الصباح كالبرح وبلاغ في الليل بخصوص اللي صاير شنين قراءتك انت اللي صاير بين ترجي والجامعة هو تصرف غير عادي ردا على نقولوا نحن تصرفات او طريق تسير غير عادي ترجي لقاء نفسه في كل مرة باش يتوجه الجماهيرو قبل كل شي باش يوضح نمور لانه ترجي ماش جديد ماني على التعامل مع الهيكل اقدم فريق تونسي مش اليوم باش نتعلمه كيفاش نتعامل مع الجامعة الترجي في قراءته انه راسل هاللجنة التسوية كعهده مع اي جامعة قبل فقبل بالتجاهل مراسلته الكل اكثر من التجاهل ولا كي انه فم نهج بتاع استفزاز وصار كما نقول نحن شك حول مدى النوايا متاع الجامعة فاقوتي على الشك باليقين مقابلة بنقردين ترجي مهوش اليوم مشكلته مش مقابلة مع بنقردين وقال اليوم زاد يكتشف كيفاش يحذر مقابلة كاس افريقيا رابط لابتال نحن ننبه المبعد بلاغ الترجي يأتي في اتار كما نقول نحن وضع الرأي العام وجميع الترجي في الصورة رأينا اليوم مانيش في ظروف عادية رأيوا اليوم ترأ جديد وبيش نتحاملوا معه هذا روزنامة يقول نتكلمنا لهم 3-4-5 مرات رسلنا لهم حتى تجاوب ما يحكي بشي معنا قائرات مسقطة مسقطة من فوق شنية قلاتك اللي صاير كما بالحليل شوف اللي صاير انا اعتقد انه الترجي من حقه من حيث المبدأ يدافع على مصالحه وهذا طبيعي كل فريق من حقه بشي دافع على مصالحه يعني من الجمش ندخل لنا في بلاس مسؤولية الترجي ونقلهم علاش ولا كيفاش ولا لواش هذي حقهم وهما احرار في طريقة ووقت الاحتجاج ولا التعامل هذي معندها امر يعنيهم وهما وهما احرار هذا واحد اثنين انا معندها معلومة فقط نسوقها بحكم الطلاع عليهم التجاهل لا يهم الترجي فقط النادي الفريق يرسل ولم يجبهم اعتقد اتحاد بن جردان راسل ولم تقعي جابتو يعني انه يبدو انه سياسة التجاهل هذي للمرسلات متاع الانديا لا تهم الترجي فقط يعني الكل وقع تجاهل لا غير ما خلنمشيو بشوية بشوية يعني يعني انه التجاهل ماهوش لطريق الترجي دون غيره السياسة هذي قاعد يبدو انه ينتهجها مع الفرق الكل و وسلم انتي انا وريتك مرة معانتها مراسلة وقعت تجاهلها لم تقع لي جاب عليها من ندي الفريق بخصوص تحكيم وقت هذا بخصوص تحكيم كأنه ما جاتوش جملة معانتها يبدو معانتها النهج متاع هيئة التسوية تتجاهل في مراسلات جميع الانديا لانها في مخها وهذا يقال وهولي ثلاثة و ثلاثة نجام في ماشيين على الرواح احنا جينا على حزوز حاجات تتراسلوا ما تراسلوش ماش معقول هيئة ما تجمس صير هيئة البطانيقة هيت ما تجمس هنا معاك لكن 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 معانتها ما هوش مفرد به تراجي دون غيري هذا معطى اول معطى ثاني فيما يتعلق بال حكاية التشاور قبل ما حكاية التشاور هذي انا انا لحقيقة معانتها المجالس بالامنات البارح سئلت في المحيط القريب جدا متعلى الهيئة التسوية قال لي رو غلطة كانت حكاية مشاركة الاندي التشاركي لانو كل واحد تراجي يطلب احمر لكل طلب تكحل طلب تجري لاخرى طلب تسفرة مستحيل مستحيل انو يصير توافق بخصوص الرزنامة وشان 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 وبرب بخصوص الرزنامة قالك كانك يجيت انشار في الاندي اندمت كل واحد يطلب علي هواه لا هو مشكلة انو عمل رزنامة انشرها هبطها وبعد بعث رزنامة راي مندول راي مع وصف جليل هو عمل رزنامة واحد دول هاي فهو حور فهو وبعدها بعث الاندي يشاور فيهم عنا هلاذا ما اقول معنى انتي تعمل وبعد يشاور ما مدولك بشاور يشاور 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 يشي قولك هو يقولك انا يا اخويا هبطت الرزنامة منبعد قالوا لي علش مشاور تناش هاي يعني بعثت لكم بعثت لكم فقال انو كل واحد طلب طلب فتأكد لي انو المشاورة كانت في غير طريقها من غادي كان طلقت الحكاية يعني يعني نخدم على روحي وانتوما قولوا لي تحب وعتقد انو اخذر الجانب الاتصالي هو هو لي غالط في سياسة هيئة التسوية الجانب الاتصالي غالط ريد كان بدات الدرج لولاني مشكلت بنقردين والتراجي نعاية لزو الجمعيات نقعد معاهم رون مشكلت فضل مشكل الاتصالي هو حتى طريقة لتعامل مع حتى مع الإعلاميين اعمل كونفرنس واضح سيد جمال يدير موش هنا قال مختار دابوس كل من هنا صحيح حقا نشوف في المطار هزفليجا ماشي مالك بسونال يقول ان شاء نربحه إلى اوح انا طلبته شخصية لا نحكيش على حاجة قام انا طلبته طلبت منه معلومة مش شخصية بسيفتي نقدم صحفي بوكالة تونس الفريق الانباية هو الوكالة الانباية الرسمية متعلب لي على المخبر متاع الترشيح اللول بالكل متاع السيد عسين جنيح كام للكاف إلى يوم الناس هذا مفهم حتى إجاب حبيت نخو موش كان انت هذا ممثل الكل حسني طريقة التعامل بصراحة نخط قدم بالطريقة هافية ما تنجمش ليه طوال مدكار ما عاب هي تقول سيد علي لا أنا بش نحكي خطر عندي معلومات معلومات ما عطيتني شي انت كامل الأستاذ كاملت أستاذ مسال شم بعد أنا عندي تسائل أنا عندي تسائل أعتقد أنه اختير برشا طب نحكي وفيهم بعد أنا أول حاجة كنت موجود كسارة كالندرية كنت موجود في الليدار الفنية أنا خرجت في أوت كالندرية هذه عملها وصف جلائي موش موش هاف معلاش وصف جلائي معت المحصول بقى الجامعة هذه كمانا ها بش نحكي فسر ليا عملها السيد موجود طوى في التارجر هذه التونسي اللي هو سيس كاندر القصري مع اللجنة الفنية اللي هو الشخص الحاضر اللي بحذيكم العبدولله وسيل هذي بجاية والناس اللي الكالندرية هذي واللي قبلها فالسان الكالندرية اللي تعاملت اللولانية مش هذي هو سي كمان راهو كما قال طولو استاذ غير وبدل باضح به عمل اتعدات البرو فديرال الرسمي اللي اخذها النيابة على سوا دي ربي فرج عليه عملها الادارة الفنية وهنا كنت موجود ومعلقة في الادارة الفنية اخوة هاونا نبدأ بالسحيح علش بدلتنا العرش اول حاشا كمقال هذي مش مشمولات سي كمال الدين لان نقول نو كل الاحترام والتقدير غير راشد المعثارم لكن مش معقول رئيس نقول اه هيئة تسوية ما يخرش ويعطي مشارك ملك الجامعة راي ملك الجمهور الرياضي ملك النوادي كيف تغير انت وتخرج كالندري المفروض تقعد مع النوادي تعايت للنوادي يقعد معهم الكتاب العامين السيد الرؤوس ما نسالش متعايت الهم مش يقعد مع الكتاب العامين هون عملو هكا مع المدربين ولا اليدارة الفنية دورها هي اليدارة الفنية تقو فارغ ماذا ما حد في اليدارة الفنية فارغ اليدارة الفنية قالوا الهنية بالحسن مالوش ورجعه في بيل تيسي بحسن مالوش دي مالوش وتعليمات بالتليفون ولا حاجة مسايبة الدنيا نكلم الامور بحقيقتها الدنيا مسايبة عرفت الدنيا مسايبة وكيل علي العابدي قال راه يقول الكورة مريضة والمنتخب مريض انه ميكلبش نحن رانا طوا في بريود صعبة وصعبة صعبة جدا من جميع النواحي وزيدين صعبوا فيها بالتشعيل لانها اللقاة صايرة في البلاتويت وفي الراديويت وفي الجرائد وفي الرايد عام والجمهور منحكيش على صحافة خاطر الصحافة التين تقوموا لتخدموا حاتكم وانا احنا معاكم موجودين كمحلين كل واحد يغني على ليله رأوا جاو خايب ياسر خايب خايب برش عليك اللوندريي لانا باش نزيد نقطة معينة اللي يوجه على اسفرسي حسني نقول لك الصحافة على سيسنا منا نكوّل ولا حنهبنوا في البيانات معناها الصحافة معناها ولا يتعين في ماتشوية تعمل في الاسلام عالتك يسمعنا سيسمو يا غربي برابي دقيقة لا لا ما يتخدش كلامي اسلام من ناحية دي عشخوين تبعثوا تبعثوا للرأي العاملي يقولش عليكم انتم لا 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 انا قلت نحنا البلاتويت هي مشاركة في تجيش الأوضاع وتسخونة تلكورة مم شو الحق جاو سخون برشة 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 نحبو التنافس الشريف نحنا مبيلنديا نحب كل واحد كما قالو استاذ قلعت يرايو يشاور يحكيو لكن نحبوش نجنشو للأوضاع قد ما هي دي جوا مش انجا نحبك ان نقولك حاجة اخرى مهمة مهمة جدا من ناحية الفنية من ناحية الفنية اسلام تبعني بالقدار نحنا خارجين من جورني فيفا المدرب من ذلك الجام تحتها رجل رادي تونسي ناحية الفنية مش نحكي قانونية باركلها عنا السيد الكبار من ذلك الجام جوارات من اللي جام متلمدوش مع بعضهم غدوا اليوم عنا مباراة تحت تونس جوارات اللي يلعبوا البره وقتاش يجيوا يجيوا غدوة لبعد غدوة سامحني يجيوا غدوة نهار الثلاث ماكس يجيوا نهار الاربع وانتي باش تسافر نهار الخميس تمشي تلعب نهار الجامعة هو الاشكال مش باش تلعب نهار الجامعة الاشكال على جواراتي كنت قيش باش تلمدهم انا كمدرب كي كيفاش تلمد جواراتي ما نعملوش حال تسيونس مع بعضهم ما نعرش اللي كي باش فينها بوتها ما شوفت جواراتي انفان هتا جاوني بعد جورني فيفا هذا اللي مفروض الفيدياراتيون تقرير له حسابه قلت لي عندك تساؤل لا هو تساؤل انا ما يهمش تراجي رياضي يهم هيئة التسوية والرابطة انا وقتي نسمع الناتق الرسمي للتراجي رياضي يقول رو ثم زوز صوته لفاق التأجيل وكمال يدير ضد ونسمع انه رئيس الرابطة كان مع التأجيل وكمال يدير غضب غضبا شديدا واستشات انا هنا نحكي على مبدأ التضامن بين الهيكل احنا كي تسير ريونيون وتعلمنا انه كي تسير ريونيون ثم تضامن مع انت القرار كي يخرج يتحملوه الناس كل لهنا اذا كان انا مع انتها التراجي رياضي متأكد من معلوماته يعني نقول بش تفهم به الجو اللي قاعد بين بين العضاء ذومه مع انتها ندخل معاك انا نختلف نخرج للجمعية نقولها رو رانيانا جيت معاك ورا هو جاي ضد ختيني انا ختيني هذا يختير برش من عرش توافقوني الرأي ماذا يلت قال خستان على رئيس الرابطة محمد عطالة البراح اللي كان هو حتى حتى شفناه على واسية التضامن يعني تخيل انت تفاوض في محكمة في قضية يخرج قاضي قول انا راني كنت مع البراءة ما رمهما حكموا باللدان مجيش محامد عطالة البراح حتى رئيس الرابطة حتى موقع ترسل الاجتماع كان في قافة الاتهام برشة تهمو انه هو قاعد يخرج في المعلومات واللي معلومة اللي وصلت الناتق راسمي التراجي هو اسباب في تخريشه به به جانب المشكل به تنسي عليه يحكي على تجيش الجمهور و جانب المشكل هو استفزاز الجمهور به عبش نجيك بالله جوز في الميكروه هو استفزاز الجمهور تقولوا استاذ جبدا على مداخلت له ناتق راسمي اللي هو مكسب للتراجي الرياضي تونسي سي وليد ولينا تتور كبير في الجانب الهذا الاتسالي التراجي وليت محليها تتشيف به خاصة عينيها زرق عينيها زرق وذكية تعرف تتكلم عاد أو وصلِنا تاول بلستبزاز ولينا نقيمه في مداخلات انا نستفز قاعد معناتها لا 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 كنت تدريس للشخص اسبق له انه سمعت قلت عندي ملاحظة خطيرة ايه سمحني ايه ماكش تسمع ايه ماكش تسمع ايه ماكش تسمع زوز موافقيني انتي معانتها مستغرب انا خدمت في مؤسسات وخدمت في هيكل ثم مبدأ التضامن هذا معروف لا لا انا بشكل محاجة هو قال ماكش تسمع انا قلت منيه قال مني له انا قلت منيه انا قلت منيه انا ماكش تسمع فيه ماكش تسمع فيه انا قلت منيه لا لا عيسام عيسام ما تقولنيش لما قلتوش اللي هو ما قلتوش انا ماحكيتش عطا رجل ينتيش بتلا تقرس منيه ترجل يذي توش هو راي سموه هذا عاد هو ماقلتش منيه ماقلتش منيه قال كيفش معاتها فمش تضامن بين اسمعتها من الناس سيئنا نحكي ومسيرش راو نحكي وبلاش تشنج مافهمتش عليش انتين متشنج نحكي وانا نحكي انا قاعد نحكي على مبدأ التضامن في الهيكر فقط بالي واسع على الاخرسي كمير لحظة بركة نحكي على المدينة الفاضلة نحكي على ذامن وسرية المفاوضات نحن نعيش في تونس ونعرف كل شي على بعضنا ليس كونه واضحية نحنا كنا كنا نبدأ قاعدين خاصة كنجيوا نمثلوا في الجماعيات نعرف كل شي ونعسوا على بعضنا ويقول العكس هذا يقول لي كان انت ما عندك معلومات على الاجتماع لي ساير قل لي روا معديش يعني حلفت لك بوالله مش مشكل تقصير منك الخاتر امشقلك حاجة لا 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 نحن نعيش في في الدومان هذية مدة كان انت اليوم متعرفش خفاية اصدر القرار قل لنا كل في سويسرا ولا اليوم ما نحن في الاتحاد الأوروبي نحكيه تعيشوا في تونس وعنا الحق نعسوا على جمعياتنا وعنا الحق نشوفه شكون قاعد يدفع في في التجاه هو كلا حظ ما لمشي على ترجلها نعم نعم هو القرار شنوه سمعت هو القرار شنوه الخاتر شوديزوه رئيس الرابطة تميهى موقفه مع ترجل اللي هو قال ما عندوش مشكل معانيها لا مشكلة هذا هو المشكل خلاص لك انتي قلت يكون تخدم في الجنال القوانية متع ترجل نفرضو نهار خويا عندكم دي معطا اجتماع باش تناقشوا في ديسيزيون مع عينا نقولوا مثلا رئيس اللجنة اللي هو سيريذات ويتن حيوه خذي ديسيزيون انتي كنتم خالفوا مانش نسيروا في مرفق عام فقط نكمل السؤال انتي كنتم خالفوا تجي تخرج معانا او تخرج اخبار تقول اه لا ضد ديسيزيون اذاك ابدال نبش قلك حاجة مانش نسيروا اليوم في مرفق عام كل واحد جاي يمثل في جامعية هو هذي الساير شوي شوف اذا كان اليوم باش نحكيه معانيا من فوق هاو في اوروبا يعملوا ولا هاو المفروض كذير نحنا عاشيين في تونس انا بيع ذكر الجامعة تونسير كورت القدم انا مش تضيف على مصارحي لوجيك صحيحش علي او ليه ايه ملماتش قال استير ليه ليه قال كيفاشن مجالس بالليمانات مجالس بالليماناتي هم كشفوا كشفوا انفرادوا بالرأي يا والدي كشفوا انفرادوا بالرأي سيقصان فقط في الميكروب بالله انه هم كشفوا انفراد بالرأي وتعرف اللي هي اون برانسيبا شنوه التبعات متاحها اون برانسيبا نيستيبا عند تخليه الناس اللي ما تنجمش تفرث معنى قراراتها وقناعاتها تخرج يقعد هو صحيح ما كمروش ما وقدي قلت رأيه وما اسمعش كلامي تقول انت يا رجلة للاخر معنى مدامك خرجت وقلت رأيه ترودي يا رجلة معنى انسان مقتنع بقناعات قلت ايه ايه انا انا لا نشى المثل النادي الافريقي والنادي الافريقي ما عنده حتى علاقة بالخلافة اللي بين تراجي والجامعة انا نحكي انا انسان خدمت وعشرين الف مليار مرة كنت في هيكل وذا الهنا ثم فرق بين مرفق عام وبين واحد الجامعة الوقت يصير المكتب الجامع اجتماع وعشرات المرات تخرج ونكون مانيش موافق وقت لي نخرج بل بالعكس نزيدك اكثر منك ساعات انا اللي نخرج الاخبار ونخرج الاخبار اللي انا في قرارة نفسي مانيش مقتنع به اما الاغلبية صوت له ولا معنتها استقر رائي عليه انا لو ميء على هذا الامر يعني انا وقتي نسمع لانشيقاق هذا خرج للعلن وواليد قرفال انحييه وخويا وصاحبي انا ما عنديش مشكل معهما واليد عاود برشة مرات قال الراجل موجود واسألوه وهم دونك واثق كشفه انفراده بالرأي دقيقة خنكمل امان انا مش مشكلتي يوذيع وليد شنو اكشف موش اذيك مشكلتي يكشف على روح وانا كان كنت في بلاست ونكشف هو يقول لك مثلا انا مشكلتي هالعباد هذوما كيفاش يسير ولجنة التاسوية كيفاش تسير فقط يقول لك يما تجربنيش عن مراسلاتي عادي انا بش نزل تليفون ونعمل تساريتي ونشوف المعلومة متاعي معتا شنو ساير انا لومي على الاعضاء هذوما ما تخرش تقول انت انا لومي انا يا اخوي انا اكا لخص هالك عصام يا اخوي انتي مكش موافق ديميسيوني وحط وحط وراس راس اما انك تخرج تقول ما عندها بلغة اخرى اسمع راوان اراني معاكم وراولنا مقتنع عم خاتيني هذي اجي بايمين شوف راوان نحن هو الاستاذ خلينا مشاهل الشكل هو الشكل هذيك المبدأ العام او حتى عشر لها اخونا عصام بطريقة غير مباشرة لكن موش هذا الاشكال راوان ما نبجوش نبدو على ان تبص حلو مدخلت صديقنا وزميننا وليتقرفين لو من حقه بشي داف الاشكال انه اليوم يا اسلام الروزنامة اللي قررها رئيس لجل التسوية شخصا مستفزة للترجي ريادي تونسي ومن هذا المنطلق الترجي من حقه وقالها الاستاذ خليل من المول انه يدافع عن مصالحه انتي اجي في اروزنامة سمحني بالكلمة والله العظيم بيكون موضوعي وسو احاول يعني ان نعمل ركول اروزنامة لم يقع مراعد فيها لمصلحة الترجي لوطنيا ولا قريا ولا دوليا اجي انتي ميزا بار حكاية بنقردية متأجلهاش اجي من قابلة الدربية تحطها في وسط الجمعة واجي انت نهائي كاسونس حطه خمسة شجوان يعني بصراحة واجي سعي سامة نحي تيتر كام اللي هو سوبر التونسي يعني حرمت حق الترجي من اللقب ومن ملعب التونسي من اللقب يعني هذا الكلو الروزنامة في حداتها مفخخة ودفعت الترجي للاستنكار وعليش السياسس محتاجتش مثلا على اي شو مشكلة السياسس نفس الكام مع الترجي معطان هنا حبيت نقول لك كلي فما لا يذراع بين الترجي والجامعة السياسس مثلا نفس الكام مع الترجي مسابقات افريقية شارك فيهم محتاجتش محتاجتش بلاي سامحني يا سلام تو الترجي كانت قاعدة شاعة الترجي كانت حتى مع وجود وليدنا وليد غرفالة ما هي شكل مستفزة اعلاميا ومعلومة تدخل تاخو وقتها واحدة واحدة وكل شيء عبر الموقع الرسمي متاح اخي تو الترجي كانت قاعدة سامحني في الكلمة ببعن لغتنا العمية حكت راسها مشيت عملت بلاغ ما فما جوهر الاشياء يجي ان نحكيو عليها الرزنامة اللي قال علي الكعبي اللي هي سر نجاح متاع كورت قدامة ونسي داخل علش نحنا ما شكلنا في كورت قدامة ونسي ما عناش رزنامة وافح كل مرة نغيره ونسيت وقالش ما نغيرنا من مرة كي جيت المرة هذي مع مصلحة الترجي بلايش معانتها بالله فما نقطة والله العبيب ما قلش علي عملها تكنيسيان تكنيسيانات عملوها بالله شمعانتها بجي ها 15 جوان 15 جوان انتي يليق كأس العالم الانديا عالم تونس بشير افرق في امريكيا شمعانتها يعني انتي فارجي مش موجود عمر باقي ما جاوبتش على سؤاله اللي هو با ينجم كل فريق عزمة اللي كل امر يجعني يغنيه حسني حسني ماشاء الله عندها رجالاتها وعندها كذيح كنتج مدفع على مصالحها بيكون عندها اشكال تسييري زيدا مثلا رئيسها نعف الناس الكل اللي عنده اشكال تسييري كل فريق يختار الطريقة اللي انتي دي قلتها من البداية الطريقة متاع الدفاع على مصالحه لكن ناحي بن جردين الرزنيمة كلها والله بكل موضوعي تحس هفم فيها استفزاز الترجي وضد مصالح الترجي وطنيا وقريا ودوليا برب يا سي سليم بش نقولك حاجة راي نقطة الرزنيمة راه كما قلو نحن التفريعة من تفريعات اخرى راه انا خاطر نحن اكشفنا الموضوع هذية متاع عام السنيك كيفاش بش يكون اه بدينا نركمه في القراين ويجينا تقرر اسمه يقولك نقرأ في حصن الناية نقرأ في حصن الناية كي تتركبني القراين يولي مخاتت يولي يفهمه تختية معين اللي نحن نعرفوه شوف الترجي ماشي يركيس العالم وترجي بشيرك في رابط الابتار وترجي بش نفسك العادة على البطولة ماشي حتى مو جبراء والسنين بش نعملوه معنى ينوركسترسيون وحتى قالس عليها واحد وثلاثين ثم مرسليات قاعدة تمشي نحو التمديد وفاما جاويب قالوا ليه ثم رفض ليه قالوا ليه وثمى في العلن وفي الخافية وفي السر وفي اللي تحب انت رانا نحبو نزيدو هاو صارت مره استاذ استاذ شو نحبو نزيدو جنوخ في اثيوبي نحبو نمدو تمديد في الاجتسفيع لا صارت مرسلة اللولا لا صارت مرسلة لا صارت مرسلة صارت مرسلة وصار رفض لا لا صارت مرسلة سمعني عاد في اثيوبي في اثيوبي يا موجود مجحوة و جاء رفض قالوا ما تنجمش استقيل سمعني و جاء رفضوا قالوا ما تنجمش استقيل ليه ما نستقيلش نحب نكمل وزيد مره اخرى راو سيبافري ايه اللي قاعد يتقاهر راو موجو 31 وزيدا قولك راو قتارا يقفي قتارا اخر راو المشكلة مجهر 31 اللي الخطر هو ماشي هو ماشي الفيفا قالت ماشي ما تحبش تمشي لطنة طيارك تمشي قبل خاطر كان قلت انا ما نجمش تخرج قبل مع كل احترامات راهو للشخص معناها انسان كفء وانسان معناها لكن هذا هو الثلاثة من الناس اللي تحتوا راو حدكم 31 فكيفو ما حاجة راو فم قبل 31 تخرجوا ما فمماش بعد 31 سؤال فقد نعرف راو عنده بعضنا ما قبله وعنده قدر كبير من الموضوعية الموضوعية وارأو يعني فيها من منطق العقل السؤالي ما ذر السيد كمالي دير لو تمت يعني تأجيل مبقى للبنجردين شنو بشي ذره وما ذره أنه وقعت يعني الاستماعي للأنديا ومش نعم نو رزناما فهمت شو اللي توفقي خاصة مع الأنديا اللي تمثل راية تونسية هذا شنو بشي ذره وانا هنا استسلام جوسته عشرة ثواني وخاطب انا ما اعرف الرجل وخاطب صوت الحكمة والعقل والرصانة متاع سيد كمالي دير وادعوه يعني الى يعني تجنيب المشاكل هذية والقيل والقالب كرطة الدمسية وهي غين فيها عنها وان يراجع ألا لان رزناما يعني حتى تراعي مصلحة الترجي بصفته تونسيا قبل كوني شهر سؤالي كانت كما بالخير على الكلام اللي كان يقول فيه حسني ما تشوفش انه رأيه كمان يدير ناس الكل نارفو رئيس لجنة الحكماء وعرضو في لجنة الحكماء في النادي الفريقي هكا ولا لا تشوفش شما يتضرب مسالح انه كان ملزم انه على قل يستقيل من لجنة هذي اه لجنة الحكماء ما عندهاش حتى صيفة قانوني يعني هي موجودة في القانون الاساسي بتالنادي الفريقي اصلا لا يستوى هايك الدخيل حطتوا لجنة الحكماء ما واش منتخب هايك الدخيل هنقولك حاجة موجود في القانون خلنا نكمالك أنا للاخر انا حبيت نبدالك بالقانون هي القانون الاساسي لا يلزم النادي الفريقي هذا واحد اثنين هو كيقبل المسؤولية على حد علمية اخرج من لجنة الحكماء وقدم استقال ما اسمعنيش شوف مش كل حاجة ما اسمعتش بها ما صارتش يعني اذا امر يهم حاجة بالحاجة بالحاجة هذا معنا ما اسمعش بها عادية جدا عادية جدا معنا ما فيها حد شيء معنا يتأكد اللي هو مستقيل مستقيل من لجنة الحكماء لكن انا تعرف شكون اللوم انا اكثر انا اللوم مرئيس لجنة الرابطة محمد عطل خطرة بدينا بسؤال شكون المختص بالحكاية ذي الرابطة يا اخويا وينك انت هو طوا في مصر رئيس بافت المنتخب انا اذا كانك افاسي برا روحش الدار لي 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 انت انشاني مش عنا رئيس الرابطة بش اقولك حاجة ما زلت تكملتش عيسام فقط خلي كامل نعطيك تكمل معك انت لا فقط فقط نقاش لا لا خلق نكمل لك عاليش تعمل تركيز على محمد عطلة توايد قل فالا جبد زكير بارتاجي جبد اسامي اخرين جبد شهد لي رحماني انت لاقا الملاحظة قالوها لخيان انه يقولك هذا شأن يهم الرابطة فهمت اذا شأن يهم الرابطة عاليش تفكلي في اختصاصي انا محمد عطلة نجي نقول انا المختص الجامعة ما عندها حتى دخل مفروض يخدم خدمته صحيح روانا بش نقاش هو كما قالش هذا انا اعتقد انه اللوم الاكبر عليه هو انا ما يؤسفني هو الشخص انا التي وقعت في هذا الخلاف يعني اليوم انتوما انا تعرفش فيش قاعد نخممه نخمم في حاجتين تخيل انت كما يدير يخرج اليوم العشاء يقول سي بافري راوا القرار اخذينها بالجماع تخيل انت يقول اذا الترج يقوله مو صحيح تخيل واحد اثنين اثنين انا انا قاعد نتسائل كيفاش بش يقعدوا مع بعضهم معانتها كما يدير بعض الكلام اللي يترج واثنين سي كما يدير ولا تأزم الثيقة معاناك وكما يدير والترج يرياضي وبن جردان كيفاش بش يقعدوا مع بعضهم كيفاش بش يقعدوا سريع كيفاش بش يقعدوا معاناك نكمل سي كمال نكمل معك سي اسام ومعش نتكلم فيه بربي موضوع الرابطة اذي قبل كانت هي لتشرف معاناها وحتى ايديها والرابطة كما يقولون احنا هيك المستقل لكن فيما التنقيح في عاد الرئيس الجامعة السابق جرد الرابطة تقريبا م كل شي في بيالك مات الجرجيس نمشينا فيه الجرجيس وخسرنا الجرجيس قابلة بالتأجيل وترجي طلبة التأجيل والرابطة اللي هي مفترضة تأجل يقع هرسلتها اذا دي ما حاسبك لي مريد غرفيلا يعني اقولك حاسب الواقع حاسب الواقع هابطة ترجيسي موافقة او كيف على الموقع بتاعها والرسم ما شفت هاش حق هابطة جرجيس موافقة تقول الموافقة على التأجيل على الجرجيس اللي خسرنا فيها نزيله هابطة موافقة ما متفكرش هابطة جرجيسي موافقة موجودة الترجيسي فيه تسريح وفيه بلاغ اللي هي ما عنديش مشكل ومشينا وخسرنا انت كي رئيس جامعة متقلقة وعليش تأجلولهم وعليش تأجلولهم ما هو معناه هاذا على ما هو يدل هذا هذا ونقولك حاجة هو رابع على كل احترامات للشخص لكن لكن ثم اتراف تدفع 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 بش هو يدخل فيه سيدام مع التأرجي حتى هما نقولك نفس مومنا هو عاقل سيكاميل عاقل سيكاميل هاتنا نشده الدمان من تلي من تشبوش لو تشده الدمان من تلي الخاطر سيد حد واحد وثلاثية المهمة بتاعه محدة محدة بالقانون ثم ثم سيناريو سمحني ثم سيكاميل انا كي قلت كلمة ثم اتراف عرفت وانتهي ماش بيقولوا تقم في راديو معنا واضح الآن احنا نادي الأفريقي يا ولدي يا ولدي انا نادي الأفريقي اخلا يا ودي انا نادي الأفريقي بعد مئة سنينة نعملو مشكلة مع الأنادي الأفريقي تحكي بجدك؟ معناية ايها؟ ما يعيش و تقصد لا ياسمش كلم يتعدى كاكل نحن نلعبه مع الستجن جامعية في تونس ثم بربي سامحني نكمل معك اليوم كي قلنا فما برنامج معين رو متعدد لابعاد يبدأ من قلالات الجامعة هات نعسوا ع تراجي هات نوقفوها هات ندرشنية على اساس ناخلته كذا نوقفوه ونمشيوا اللعنة كما قيمنا مداخلة اوه متعنات قرسمي موقف متعنات قرسمي ثمانية سراو جيت قيمنا ملعبيتنا وجيت قيمنا مدربنا ايه عادي هذا في الاعليم ليه مش عادي كيفاش مش عادي مش عادي ما عندكش الحق نسكل وناوح وما ايضا ليه مش الاعليمي اللعب السابق والمسؤول السابق والحكم السابق اللي معناه فهم روحه معناه اعرف روحه المتين بفريق وانترشان ما ندخلش اينا نقيم خسمي وهذا هو راو نقاط الاختلاف ونقاط السفزاز ونقاط لش تحب انتي في هذا واللاعبين السابقين والمسؤولين السابقين تعطى رجي في القيمه ما عندهمش حق ما عندهمش حق ما عندهمش حق ما عندهمش معك سيارس كل حد عنده حق يعتيني فقط كم من ما عاشو عنا برشة وقت من موضوع ذه موضوع ذه جيسم حاب نعطي ملاحظة أنا سي كاميل فقط جيني ملاحظة تقولي الرزنامة ايخص الجامعة تطبيق الرزنامة هو اللي خص الرابطة طلبة تراجي فيه تغيير الرزنامة يعني اختصاص الجامعة معتها مو شذب بمقتذات تنقيحة في نصتها باقي سيد لعمل ملاحظة أنا نحكيله قتل وانطلاقا من ملاحظة الستوديو أنا جاوبت على ذيك أنا عرفش قاعدا بسرعة بسرعة شديدة جدا برقي شوف بربي في تونس خان تعلموا حاجة مثالك خلي كل واحد يخدم خدمته بالله بالله الترجي ما شاء الله عندها رجالات وعندها أمور وعندها جمعية يعني شيخ الأندية التونسية خلي الإعلام يخدم خدمته كما قال لقد نرجع مع وضوع الإعلام معتها مقايسة العقوبية حتى تصيروها ما اجبنيش برشة فهمت خلي الإعلام يخدم خنده والأطور الفنيية تخدم خدمتها والإدارة الفنيية تخدم خدمتها والملعب يخدم خدمتهم والمدارة يخدم كله هذه كراهية موجودة يا سي عيسام وانت تعرف هذا أنه في العالم مجمع الإعلام عادوا خنده نحترموا بعض دخلات خدمته وانت كتراجي عندك ما شاء الله هالإليات باش تحمي طريق متاعتك كانت تراجي باش تقعد مرهونة في الإعلام على الدنيا السليم شكرا لك سايسام ناورتنا اليوم بحثولك احنا نمشي وفاصلوا بعض مكملين الجزء الثاني من حسان تعنا اليوم شكرا لك شكرا لك